سلما وصلنا لمساحتنا أطلبية لليوم ورح نحكي عن مرض يعتبر كتير شائعي وخاصا بفصل الشتاء التهاب المسالك البولية هذا المرض يلي ممكن يكون ناشئ عن التهاب بكتيري أي عدوى بكتيرية أو حتى عدوى بيروسية أو فطرية رح نحكي أكتر عن هذا المرض ونتعرف على أسبابه وتعريفه الطبي وطرق العلاج أكيد مع ضيفنا لليوم الدكتور قوسي حسن اختصاصي بأمراض الكلييس هذا صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح النور وكل سنة سامين وانت سالم يا رب وان شاء الله سنة خير على الشعب السوري بإذن الله آمين يا رب سعد صباحك عن الجديد وأهلا وسهلا فيك يعني دكتور خلينا بلاش من التعريف الطبي لمشكلات الالتهابات البولية شو السبب المنشأ الأساسي له كتعريف الالتهابات أو الانتعانات البولية هي وجود العامل الممرض بالبول بتركيز محدد فمثل ما قلتوا أنتم بالمقدمة جراثيم هي الأكثر شيوعا بالالتهابات البولية فوجودها بتركيز محدد بحيث أنه تعطي أعراض هاي بصير أنه اسمه التهاب بالمجاري البولي سواء كان التهاب بالمثاني أو التهاب بالكلية وكأسباب طبعا الأسباب أو كجراثيم عادتنا خلينا نحكي عن الجراثيم بشكل رئيسي لأنه هي الأكثر شيوعا فالجراثيم عادتها بتجي من الإنسان نفسه يعني بتنتقل فقط من الجهاز الهضمي باتجاه الجهاز البولي بالجهاز الهضمي وجوده طبيعي ما بيعمل أي مشاكل بس تنتقل الجهاز البولي بيصير في عنا الالتهابات نعم دكتور خلينا نحكي عن العلامات أو الأعراض التي بتظهر على الشخص وممكن تكون مؤشر تخليه يراجع دكتور أو حتى يعمل التحالي المطلوبة تمام الالتهابات البولية بتعلن عن نفسها مباشرة مثل أي التهابات عادة فالتهاب المثاني الحاد خلينا نبلش بالأكثر شيوعا والأبسط التهاب المثاني الحاد يعطينا أعراض بتدل عليهم مباشرة يعني ما بتعطي أعراض مشابهة بأمراض أخرى فالحرقة البولية شعور يعني بألم أو حس حرارة أو حس حرق أثناء التبول وخاصة بنهاية التبول المرأة يعطينا مرض النساء الالتهابات البولية بشكل عام لأسباب هلأ منحكيها فالحرقة البولية واحد اثنين بتصير المرأة تطلع على التبول مرات عديدة كل نص ساعة أحيانا كل ساعة فبيكون أمر مزعج إلى بسبب تهيوج المثاني بتصير تتكرر كميات التبول تتبول بكميات قليلة بيصير عنا عرض كمان اسمه الزحير البولي الزحير شو يعني تشعر برغبة بالتبول بتروح على التواليات ما بيطلع معها بول فهذا اسمه الزحير البولي وفيه أحيان ممكن تظهر كمية قليلة من الدم في نهاية التبول فهي الأربع عراض تشير إلى وجود التهاب بالمثاني بالنسبة للتهابات الحويضة والكلية يعني الالتهاب بالكليتين اللي هو تظاهرات طبعا مختلفة بدون يكون في عنا أنب الخاصرتين الحرارة الرئيسية ارتفاع الحرارة والعرواءات يعني البردية باللغة العامية هاي أيضا ضروري وممكن يترافق مع غثيان وقياء وطبعا بالتهاب المثاني الحاد الحرارة غائبة تماما لا يوجد ارتفاع بالحرارة نهائية من الحرارة العامة طبعا فهي الأعراض بشكل عام اللي لازم تتوجه المريضة أو المريض لزيارة الطبيب نعم طيب دكتور عند بعض الحالات وخصوصا حضرتك قلت أنه هو بنشوف هاي المشاكل عند السيدات أكتر بعض الحالات المرضية بيكون بعض الأشخاص الكبار بالسن عندهم أمراض بتسبب لهم زيادة الالتهابات البولية بشكل كبير كيف نشوف عند مرضى سكري بيزداد عندهم الإصابة بالالتهاب البولي بشكل كتير كبير خليل نحكي عن بعض هاي الأنواع اللي بنشوفها عند كبار السن بالزاد تمام مو بس كبار السن يعني السكري ممكن يكون سكري شاب وبيصير عنده انتنات طبعا السكري هو أحد المؤهبات لحدوث الانتنات البولية بيساعد طبعا وجود أولا سكر بالبول ثانيا السكري ممكن يعملنا أضطرابات بالجهاز البولي وخلل في إفراغ البول وبالتالي بيأهب أيضا للالتهابات قليل من نقص المناعة بالسكري بتأدي لها الشي في إصابات أخرى يعني مثلا من أول الذكور الكبار بالسن عندهم ضخامة بروستات ضخامة البروستات تؤهب للانتنات البولية وجود أي جسم غريب ضمن الشجرة البولية أيضا يؤهب للانتنات مثلا من أول الحصيات الحصيات شائعة كتير مجرد وجود حصات ضمن الجهاز البولي ممكن يتركب عليها الالتهاب مجاري بولية المثان العصبية التشوهات البولية عند الأطفال فلذلك هذه كلها تؤهب للانتنات البولية قبوط المساني أحيانا تماما فلذلك وقتل بيصير عندنا التهابات البولية مثلا لذلك الالتهابات البولية هي مرض النساء لأنه بيصير عندهم على جهاز بولي طبيعي بدون أي تشوه أما وقت بيصير عند أشخاص مثلا عنده الذكور إذا كان ذكر مكبير بالعمل مع ضخامة بروستات وصار عنده التهاب بالمجاري البولي لازم ندور على مشكلة عنده أو كالطفل تقلط فائزة كررت لازم نتوقع أنه يكون في تشوهات بولية فلذلك الأطفال أو الكبار ممكن إذا صار عنده انتهابات بولية لازم نحن ندور عندهم على أسباب مؤهبة دكتور ذكرت من شوي أنه النساء هنون الأكثر عرضة لهذا المرض وقتنا بعد شوي بحكي لكم السبب طبعا هو المشكلة طبعا تشريحية مثل ما قالنا هلأ في البلدان أن الجلاثيم تنتقل من الجهاز الهضمي يعني هاي الأكثر شيوعا فيه إلى طرق انتقال أخرى بس الأكثر شيوعا من الجهاز الهضمي بالتجاه الجهاز البولي فطبعا قرب فوهة الشرج من فوهة الأحليل عند المرأة تشريحيا هاي بيأهب لهذا الشيء واحد هي تنين تنين قصر الأحليل عند المرأة الأحليل عند المرأة قصيرة أيضا يسهل دخول الجلاثيم باتجاه المجاري البولي فهالسببين تشريحيا هنون سبب بحدوث الالتهابات البولية عند النساء أكثر بكثير من عند الذكور طب دكتور خلينا نحكي شوي عن العلاج اليوم في كتير نسمع بحالة أنه نتبهوا ما يصير الالتهابات معندة أو متكررة نحكي عن فترة العلاج الدواء هل في شيء معين بيأدي لهذا الشيء يصير دائما متعاقب إذا ما تم العلاج بشكل صحيح؟ نحن نفرق هاي شي وهي شيء الالتهابات مثلا الالتهاب المثال الحاد اللي بيصير بشكل مرة واحدة بالسنة يعالج كالتهاب لمرة واحدة فقط فالأدوية موجودة متوفرة وفي أدوية فقط جرعة واحدة يعني في عدة أدوية في دواء جرعة واحدة بيكون المرأة خلصت من التهاب المثاني في أدوية أخرى بلا ثلاثة أيام أو خمسة أيام فهي مدة العلاج هي قصيرة بالالتهابات المثاني وقت اللي بيتكرر التهاب المثاني نسميه التهاب المثاني المتكرر أو المعاود وقتها نحن لازم ندور على مشكلة عند النساء بيصن النشاط التناسل نعطيها نصائح لأي أنثى عم بيسي يتكرر عندها أولا لازم تشرب مي كتير يعني المي تنظف جريان البول ممكن يطلع الجراثيم باتجاه الخارج واحد اثنين إفراغ المثاني دائما بعد كل عملية جنسي إفراغ المثاني حتى إذا دخلت جراثيم أيضا تطلع فهي التوصيات إذا التزمت فيها المرأة بدقة وضلت الالتهابات تتكرر وقتها لازم ندور على سبب مؤهب حتى نحن نعالج السبب قد يكون عندنا هبوط بالمثاني قد تكون حصاد قد يكون جزء المثاني حالي يعني فيه يكون مشكلة حقيقية لازم تتعالج حتى نحن نرتاح من الالتهابات بالنسبة للالتهابات الحويضة والكلي كمان ممكن يتكرر وممكن نحن طبعا أيضا نبحث عن أسباب أن تكرروا والعلاج بالتهاب الحويضة والكلي طبعا هو أطول مدة ونعطي نحن صادات مختلفة عن مضادات حيوية مختلفة عن نعطي الالتهابات المثاني لأنه يكون عادا الالتهاب أشد فهي هي دكتور من العلاج خلال نروح للوقاية اليوم إذا السيدة كون النساء هنا الأكثر عرضة عم تتكرر مع هاي الحالة يعني ما عم تروح إذا بنقول أو كل فترة بترجع له فيه طرق وقاية اليوم أو مثلا نسمع عن موضوع الغصول ما بعفزة بيفيد ولا لا بهذا الموضوع هلا الوقاية مثل ما أنه وقت تكرر الالتهابات وهي تكون حالة معقدة للنساء وقت تكرر أهم شي شرب المي يعني في كتير نساء على شرب كميات كبيرة من كافية من المياه حيث أنه تكون كمية البول خلال 14 ساعة لترين لترين ونص هاي قد تكون كافية لمنع تكرر الإنترنت مثل ما أنه إفراغ أيضا مثاني بعد الجيمة هاي الوقاية ذكرنا هون يعتبره وقاية هذا هو الوقاية ألا نحن في عادات سيئة كمان مثلا الغصول أو المعاقمات المهبلية هي أثر بالعكس عكسي سلبي سلبي وليس إيجابي السبب لأنه في أننا نحن جراثيم موجودة في المهبل بشكل طبيعي نسمى الفلورة المهبلية الطبيعية فنحن نحطها المعاقمات نأتي لهذه الفلورة أو الجراثيم موجودة بشكل طبيعي في المهبل فنفسح المجال للجراثيم الثاني الممرضة اللي جاي أن تتكاثر بينما إذا كانت الفلورة هي بتمنعها من التكاثر بتمنع الجراثيم الأخرى من التكاثر فالغسولات هاي المهبلية ما منستخد ما إلا عنده الضرورة وقت بيكون في عنا التهابات بالمهبل وقت منعالج منعمل الغسولات بس تنتهي الأمور خلص منخلص تغسل المرأة بالباق والصابون بكفي بماء العادي والصابون وأي التهابات موجودة في المهبل لازم نعالجها لأنه أيضا قد تؤهب لالتهابات المجال البوليين دكتور خلينا بما أنه هيك حكينا شوي اليوم بتفصيلات أكثر ندخل بالحالات المعقدة أحيانا وبقصد فيها بالفترة الأخيرة صرنا نشوف عند بدأت جائحة كورونا بنعرف أنه بعض أنواع الأدوية الصدرية أو الناس اللي عندهم أمراض صدرية بتتعارض مع بعض أدوية الالتهاب اللي هي للإنتعنات البولية وشفنا كتير حالات من هذا النوع اللي بيكون شوي صعب علاجهم بالتالي أي مريض بيغضاع مثل ما بيقولوا لعملية زرع البول لنشوف جسمه على شو بيتحسس شو قادريته في بعض الأشخاص في بعض الأدوية الإنتعنات البولية بتعمل لهم شدة صدرية مثل ما بيقولوا ما بيصير يغدوها فبيكون العلاج أصعب عليكم ببعض الأدوية خلينا نحكي عن هذا الشيء حقيقة العلاج نحن بالنسبة للكورونا طبعا التخبط اللي صار بعلاجات الكورونا واستخدام الصادات بشكل عشوائي صحيح لنحن بس نستخدم الصادات في غير مكانها المناسب الجراثيم قادر أن نتكون مقاومة وفي أدوية تستخدم بالإنتعنات البولية تستخدم مذبي الكورونا في غير المكان التبع فالجراثيم كونت مقاومة إلى وبالتالي أتبصير بالفعل الإنتعنات البولية واللي لازم نعطي فيها الدواء الجراثيم تستخدم مقاومة وبالتالي ننطر نستخدم أدوية حديثة وغالية السماء في أدوية اسمه التينام أو الإيمي بينيم أو الميرو بينيم هذه أدوية غالية السماء الإبري 40 ألف ليرة من أول 14 يوم أسنة معالجة على الأقل فالتكلفة عالية صحيح هذه الأدوية التي يمكن أن تصيب أغلب الجراثيم حتى نحن في جراثيم نسميها مقاومة موجودة بالمشافي حتى على هذه الأدوية تصبح مقاومة والتالي هذه مشكلة أكيد عويصة لذلك نحن لا يجب أن نعطي الصادات الحيوية إلا بالاستطباب الحالي والحقيقي الطبع نكتور نحن نحكي عن الفئات العمرية التي ممكن تنصب بهذا المرض هل هناك فئات أكثر من فئات الأطفال ممكن يكونوا ينصبوا بهذا الموضوع؟ الفئات مثل أنه هو مرض المرأة عادة في سن النشاط التناسلي فهي الانتنات البولية مثل ما أنا بتحصى هو المرأة عم نحكي عن المرأة فلذلك إذا أصيبت فيه المرأة عادة أما عند الأطفال طفل فرضا صار عنده انتنات بولية لازم نحن نشوف شو المشكلة لازم نشوف المشكلة نحددها يعني فيه تشوهات بولية ما منكشفها ما بتعلن عن نفسها إلا بإحداثها للانتان يعني منقول مثلا الجزر المثاني الحالي هي بيكون فيه تشوه بولي بترجع فيه البول من المثاني باتجاه الحالي هذا بيأهب للانتنات وبالتالي نحن إذا كان عند الطفل عنده انتنات متكررة لازم نعمل صورة حتى نشوف ياتورة عم يرجع البول ولا لا فلذلك عند الأطفال هي غير شائعة وبالتالي حدوثها عند الأطفال يستوجب البحث عن سبب عند الذكور أيضا ما بتصير عند الذكور إلا إذا كان مثلا إذا كان فيه مريض عنده بحصة بالكلية وصار عنده التهاب مفهومي بالنسبة إنه خلاص الحصات موجودة أما إذا ما كان فيه أنه أي مشكلة واضحة وصار فيه أنه التهابات عند الذكور طبعا لازم ندور على أسباب فهو مرض النساء في سن النشاط التالي أسود طيب دكتور خيح حكي عن بعض المحزورات يعني اليوم هيك لكل السيدات اللي عم بيتابعونا بما أنه مثل ما قالت هو مرض النساء أكثر من مرض الرجال شو المحاذير اللي لازم يتبعوها لحتى ما ينصابوا نوع من أنواع الوقاية مثل ما بيقولوا إجراءات وقائية نحن منقول الإجراءات الوقائية منقول ما تنطبق على الكل الإجراءات الوقائية منضعها ما في محاذير تمنعها نهائية صح بس نحن لنا التوصيات الوقائية اللي إلناها فقط اللي بتتكرر عنده الانتنات أما غير هيك نحن التوصيات العامة أو توصيات الصحة العامة شرب كميات كبيرة من المنية هاي جيدة بالنسبة لصحة الكلاء وللانتنات البولية طيب دكتور في أخطاء شائعة اليوم حضرتك عم تشوفه عم تتابعة ممكن للأسف حدا عم يشخص بطريقة غلط موضوع التهاب المسالك البولية عم تكون في أخطاء شائعة اليوم بين مرضا أكيد هاي موضوع لازم كتير نضوع ليلة أنه نحن أي امرأة بيصير عندها مثلا حرقة بالبول بدون إجراء فحص بدون إجراء شي يعطوها دواء يعطوها صاد يعني يعطوها صاد أو حتى في بعض النساء يعني صار عندهم مثلا لمرة واحدة التهابات التهاب مثانيحات بالمرة الثانية بس يصير حرقة بسيطة بكون أخذ الدواء لا ما لازم نحن ناخد الأدوية إطلاقا مثل ما أنها أحسى أفضل ما تصير مقاومة لها إلا بالاستضباب الصحيح وبس نتأكد من التشخيص يعني تشخيص التهاب مثانيحات سهل بكأعراض سريرية وكافة يعني نعمل بس فحص بول عادي متبين معنى أنه بالفحص بول موجود جراثيم وموجود كريات بيضاء فالتشخيص سهل طيب دكتور كمان خلينا نسأل هيك بعض الحالات الخاصة أحيانا يعني أوقات بيكون في مريض عنده أكتر من مرض مع بعض وهي دائما بيكون أكتر من طبيب عم يشتغلوا على الحالة مع بعض خلينا نحكي عن حالات المعقدة الصعبة بهذا الوقت اللي عم نمر فيه قديش مر عليك هيك حالات وشو الأبرز الحالات المعقدة حالات نقول شبه يومية بالنسبة لنا لأنه نحن نعم طبعا نعم نشتغل بمشفى كبير ومشفى ضخم مشفى الأسد الجامعي فلذلك هاي الحالات يومية والحالات المعقدة دائما نعم نتعامل معها فطبعا الإنتانات البولية بتزيد التعقيد بتزيد التعقيد وهي سبب خاصة انتهاب الحوايدة والكلية هو سبب لها حدوث مثلا الصدمة الإنتانية المريض ينزل ضغط يتحتاج للعناية المشددة الحالات المعقدة الأخرى يعني أي المريض اللي عنده احتشاع عضل قلبي بصار عنده إنتانات بولية بيصير العلاج بيصير العلاج أصحاب مريض القصور الكلوي المريض اللي عنده تثبيت مناعي بيصير دائما العلاج أولا أصحاب الجراثيم بتكون يعني قوتة أو فوعة ما نسميها الفوعة أكبر ومدة العلاج بتكون أطول فهي خسارة للمريض وللمشفى مثلا بيضل المريض فترة أطول المشفى بيأخذ سرير فهي الحالات المعقدة نعم تعال معي يوميا نعم دكتور يعني نصائح كتير ومعلومات كتير أخذناها ومن حضرتك بدنا نتشكرك اليوم لو وجودك معنا ولكل المعلومات والإضافات يلدمت شكرا كتير لك دكتور شكرا لوجودك معنا ونتمنى أكيد الصحة والسلام للجميع واليوم كان معنا هيك بعض النصائح الطبية لكل أشخاص ممكن يعانوا من هاي المشكلة واللي ما قدر يحضرنا مثل عادة بنقول فيه يشوف على اليوتيوب أو يشوف الإعادة ليلة بقرة شكرا لك شكرا عليكم